قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن أول سكور الحرب أي طائرات F-16 المقاتلة في طريقها إلى أوكرانيا. كانت أنظمة الدفاع الجوي هي الأولوية الأولى لأوكرانيا وبالتالي هي أيضاً أولوية لحلف الناتو الذي يدعمها. ويسرني أن أبلغكم أن نقل طائرات F-16 من الدنمارك والهولندا جار بالفعل. وستحلق هذه الطائرات المقاتلة في سما أوكرانيا هذا الصيف لضمان استمرار أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بفعالية ضد العدوان الروسي. قال رئيس الوزراء النرويجي يونس غارستوري إن بلاده وهي عضو آخر في تحالف الطيران ستنقل ستطائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا. والتنص اتفاقية التهاون الأمني التي وقاها الرئيس الأوكراني بولوديمر زيلنسكي ورئيس الوزراء البلجيكي أليكساندر ديكرو على نقل 30 طائرة أخرى إلى كيف. وقال بولوديمر زيلنسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى ما مجموه 128 طائرة مقاتلة لخماية أجوائها. المشكلة بخصوص طائرات F-16 هي عددها وتوقيت تسليمها. ولكن لنكن صريحين تستخدم روسيا حوالي 300 طائرة ضد أوكرانيا كل يوم. نحن يمكن أن نحصل على 10 أو 20 مقاتلة. حتى لو كان لدينا 50 فهذا لا يكفي. نحن ندافع عن أنفسنا ونحتاج إلى 128 مقاتلة. 128 طائرة عبارة عن ثلاثة ألوية من الطائرات المقاتلة التي ستكون قادرة على منع الدربات الساروخية الروسية. أولاً وقبل كل شيء سيصبح من الممكن حماية خاركف التي تستخدم روسيا عند قصفها تكتيك الهجمات المتعددة للموجات. حيث تقصف المدينة والمنطقة بأسلحة من مختلف الأنواع. وأكثرها استخداماً هي القنابل الجوية الموجهة. تحدث الرئيس أوكرانيا أيضاً عن هذا الأمر. هذه مهمة ذات أولوية. وبالتوازي يمكن تنفيذ عدد من المهام الأخرى. عموماً تقوم هذه الطائرات بتنفيذ عدة مهام قتالية. وربما حتى في مهمة واحدة يمكن تدمير عدة أهداف. أمر واحد هو تدمير الطائرات المهاضية التي تحمل قنابل موجهة إلى مكان إلقائها بصواريخ جوجو. والأمر الآخر هو معنى تنفيذ مهمة قتالية. قال وزير الخارجية الأوكراني دمترو كوليبة إن الطائرات المقاتلة من الدنمارك وهولندا هي الموجة الأولى من عمليات التسليم. ويجري العمل بالفعل على تسليم الموجة الثانية. بالمناسبة نحن لا نتحدث فقط عن طائرات F-16. ولكن أيضاً عن طائرات МиГ-29 التي هي موجودة في ترسانة حلفاء أوكرانيا. لا يمكنني إخباركم بمسار تسليم طائرات F-16. عندما نراها في الأجواء الأوكرانية أعتقد أن جميع الأسئلة ستلغى. لقد وعدنا أنه في هذا الصيف ستحارب طائرات F-16 في سماء أوكرانيا. وقد تحقق هذا الوعد. هذه هي الموجة الأولى فقط. في الواقع نحن بحاجة إلى المزيد من الطائرات. وقد تم بالفعل حل مسألة تسليم الموجة الأولى من طائرات F-16. طائرات F-16 هي مقاتلة متعددة المهام يمكنها العمل ضد الأهداف الأرضية والجوية والصدخية. ويمكن لهذه الطائرة حمل صواريخ جو جو وجو أرض. وقنابل موجهة وقنابل عنقودية. طائرات F-16 قادرة على إسقاط صواريخ كروز. ويمكنها مواجهة القاضفات الروسية على الخطوط الأمامية. وشن ضربات لدعم العمليات الهجومية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية. فيكتوريا سمرنوة لقناة يوتي في عربية. ترجمة نانسي قنقر